هذا الدرس الجديد المميز من أهم 200 مصلح باللغة الإنجليزية طيب قاعدتنا الأساسية أن نحفظ من أول مرة كما تعودنا في قناة سفيرس أكاديمي آسف على الانقطاع هذه الفترة لكن بالفترة الجاية راح تكون عندنا الكثير من الدروس الجديدة والممتعة كما تعودنا نحفظ من أول مرة لتحفظ من أول مرة نتبع الخطوات التالية المهمة والفعالة جداً هي أن نكرر بصوت مرتفع خمس مرات راح أسويها أنا وأنتم نكتب بالكراس والقلم حظر كراس وقلم حتى تبدأ بالكتابة أيضاً قم بإجراء الاختبار موجود في هذه الحلقة أسئلة سريعة ومهمة جداً حتى تتخليك تطلع بفائدة كبيرة من هذا الدرس إن شاء الله خلنسو مراجعة سريعة طيب عدنا مرة بهذا الكورس بالأسابيع الماضية إلها معنيين مختلفين هذه الحلقات موجودة في قناة سفيرس أكاديمي تدخل على أهمية مصاحب اللغة الإنجليزية ستجد هذه الدروس بالتسلسل شرح مفصل لها مع الأمثلة حتى تقدر تحفظها من أول مرة وبنهاية الحلقة سوف أريك المكان الذي تجد فيه الكورس كامل طيب عدنا مراجعة بعض نكملها اللي هي الحلقة 11 bring somebody down bring somebody down أما حلقة اليوم سوف تكون مخصصة لcall around سوف نحفظ هذا المصطلح ونتعلم استخدامه بالشكل الصحيح call around بمعنى يتصل إلى عدة أماكن phone many different places or people phone many different places or people يعني يتصل إلى عدة أشخاص وأماكن مختلفة طيب خلي نبدأ الآن كررها خمس مرات بصوت مرتفع أنا وأنت اجهز معي الآن أوكي let's begin call around call around call around call around call around وآخر مرة call around ممتاز ممتاز وصلنا إلى الهدف مالتنا نكمل راح تمر علينا بعض الكلمات الجديدة بالحلقة هي كلمة holiday 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 find out find out وكلمة able able راح تعرفون معناها بعد لحظات holiday find out able نأخذ المثال الأول على كلمة call around we called around but we weren't able to find the car part we needed أوكي we called حطينا لها ed لأنها بالماضي صارت we called around نحن اتصلنا إلى عدة مكان but we weren't able لم نكن قادرين لم نتمكن من to we weren't able لم نكن قادرين أو لم نتمكن من to find to find النجد أو نحفر على the car part car part جزء السيارة قطع الغيار ما السيارة the car part we needed the car part we needed جزء السيارة الذي نحتاجه خلينا الآن نحفظ اللفظ الصحيح لهذه الجملة فلنبدأ نكررها خمس مرات let's begin we called around but we weren't able to find the car part we needed نعيدها we called around but we weren't able to find the car part we needed مرة ثالثة we called around but we weren't able to find the car part we needed رابعة we called around but we weren't able to find out the car part we needed المرة الأخيرة we called around but we weren't able to find the car part we needed كما وعدتك سوف تحفظ من أول مرة هذه الحلقة طبق معي الخطوات بالتكرار وخلي مشاعرك هذا ومسترخي واخذ نفس حتى تقدر تحفظ بشكل أفضل راح الراجعة بعد قليل خروح المثال الثاني الآن يجب أن تكون علامة سؤال هنا بالأخير إذا اكتشفتوها أو لا هنا يجب أن تكون علامة السؤال لأن بدت بدد بفعل هل اتصلت لاكتشاف أو لمعرفة مكان جيد للذهاب له في العطلة أو لقضاء العطلة تمام هل مرة الأولى كررها وقرأها معي المرة الثانية الآن بعدها يلا بالأخير بصيغة السؤال ممتاز خلنا نقرأها آخر مرة ممتاز خلصنا المرة الخامسة نروح الآن إلى ملخص سريع أخذنا المثال الأول اقرأ معي هذا المثال الأول كان المثال الثاني بإمكاننا تكرارها خمس مرات حتى اختصر عليك الوقت بإمكانك تكرارها لاحقا لكن حتى اختصر عليك الوقت سوف أمشي بشكل سريع ونروح إلى الاختبار وقت الاختبار ركز جيدا معي من الآن سؤال الأول أنا متأكد أنك تعرف الإجابة لهذا سأكتب ليها بالتعليقات الآن سؤال بعد هل اتصلت هنا وهناك لمعرفة مكان جيد لقضاء العطلة موجود أيضا عندنا هذا أخذنا مر علينا بالحلقة فاكتب ليها باللغة الإنجليزية بالتعليق أعرف أنك تستطيع حاول كتابة الجملة بحدوء حتى تكون جملة مرتبة وتكون أنت أيضا تختبر نفسك سؤال الثالث read aloud اقرأ بصوت مرتفع تمام هذا السؤال إذا قرأت بطريقة الرحق راح فأنت قرأت صح وإذا كانت هناك فروقات أو صعوبات ركز جيدا وكرر خمس مرات حتى تخرج من هذه الحلقة وإنت حافظ الفعل call around did you call around to find out a good place to go on holiday إذا قرأت بها الطريقة أنت قرأت صح استمر وحاول حفظه وإذا لا كرر خمس مرات نروح إلى السؤال الرابع write the following word or sentence راح أقول لك جملة أو كلمة اكتب ليها بالتعليقات الآن حتى تجرب إملائك تمام لسبيلين فاكتب لي الآن call around هاي الكلمة الأولى call around واكتب لي أيضا find out find out تمام call around find out كيف نكتبها جرب كتابتها الآن بالتعليقات حتى تستفاد الروح الآن إلى نهاية الحلقة تابعنا بالحلقة القادمة لكن قبلها اضغط على subscribe اشترك بالقناة حتى تتحصل على جميع الدروس بشكل مستمر وفعل زر الجرس مهم جدا حتى يتجيك الإشعار أول ما تجي حلقة جديدة وأيضا الآن راح أدليك مكان اللي تلقى به الكورس كامل تروح على قناة سافيرس أكاديمي سافيرس أكاديمي learn english تدخل على play list تضغط عليها تضغط عليها تظهر لك هذه الشاشة اللي بيها الكثير من الكورسات المجانية تدخل على أهمية مصطحة بلغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة تضغط عليها راح تظهر لك الكورس بالتسلسل تابع خطوة بخطوة حتى تحصل على أكبر فائدة من هذا الكورس إن شاء الله أحاول تطبيق جميع الكلمات وشكرا لك على المتابعة ألقاك في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر